اخوان اه مهم في هذا الفيديو الجديد هنحاولو نشوفو اه هذا البدائف هذا البدائف اللي فيه المفاهيم الاساسية ديال قاع الطرس ونبدو باول درس لهو السيهلك المادة العضوية وتدفق الطاقة دور العضلة الهيكلية المختطة في تحويل الطاقة. مهما نحاولو نشوفوا قاع المفاهيم الاساسية باش نخدموه احد الكيسي ام تا هو واحد الكيسي ام يكون فيه شي تلاتين سؤال بحلقك. هنحاولو نخدموه باش اه تكونوا يعني يكملتوا خصوصا انه ما بقاش دابا الوقت يعني ما بقال لكمش الوقت بزاف. فغالبا هنحاولو نستغلو هاد سبع ايام اللي بقى باش نخدموه هادشي دا يا يكون يعني بحل خلاصة بحل مهم يكون اه دا جاكين يعني دا كيسي ام كين فلاشين. طنك هادشي غري اه باش تبتو المفاهيم ديلكم مصافي. مهم مهم بتاوجد اول داس اللي او سي biases لكن المادة العضوية وتدفق الطاقة. واول من فهوم لا عندح لكم في بالكم هو التنفس الخلوي. حتى عدنا في هاد اه داس لى السيء الكلمادة العضوية وتدفق الطاقة عدنا لنجد المفاهيم. عدنا التنفس عدنا التخموة. تنفس الخلوي او لا التخموة. مهم عدنا الفيرمنتاسيون. بدؤو ه Person اللي هي التنفس الخلوي. فهي سلسلة من ضمن من تفاعلات الحي هوائية التي تتم على مستوى الميتوكوندري. هذا هو الفرق ما بين التنفس وتقوموا. يعني التنفس فهي تفاعلات حي هوائية حي هوائية. يعني بوجود التي تتم على مستوى الميتوكوندري. يعني كتكون في الميتوكوندري. وذلك بوجود تنائي الأكسجين حيث يتم خلالها تفكيك كلي. هاو حال فرق واحد اخر. هنا تفكيك كلي مشي تفكيك جزئي. للمستقلب الطاقي. والمتمثل في جزئة الجليكوز. هذا هو المستقلب الطاقي. اللي هو جزئة الجليكوز لاستخلاص الطاقة الكامنية في روابطها على شكل اطيب. يعني هاد الجليكوز كي ارجعنا على شكل اطيب. مع طاح حتالة معدنية خالية من الطاقة اللي هي السي او دو و اش دوزو. مع الطاح ديال يعني كي بقعنا بحال داقاجمون ديال السي او دو. و اش دوزو. مهم. دبا نتمنى تكونوا تبدوا المفهوم هذا يدي التنفس الخلاوي. التنفس الخلاوي هو سلسلة منظمة من التفاعلات الحي هوائية اي بوجود اللي كتم على مستوى الميتو كوندري وكيتم فيها اه يعني واحد تفكيك كلي تفكيك كلي مشي جزئي للمستقلب الطاقي والمتمثل يعني هاد المستقلب الطاقي شنا هو هو جزئات الجليكوز. الجزئات الجليكوز نو كي وقع لها كنحيد من الطاقة كاملة اللي فيها. كاملة اللي فيها على شكل اطي بي. من بعد فاش كنحيد من الطاقة على شكل اطي بي. كنحيدو يعني كنطاحو واحد حتالة معدنية خالية من الطاقة اللي هي السي او دو و اش دوزو. هذا هو المفهوم اللول. دوزو دابل المفهوم الثاني اللي هو التخمر. التخمر اللي هي الفرمنتاعسون هي سلسلة منظمة Bloodline من التفاعلات الكيميائية. كتكون تفاعلات كيميائية اللي كتتم على مستوى الجيبيلة الشفافة. يعني ما كبتور lagi睡. فكتتم غير على مستوى الجيبيلة الشفافة في غياب تناي الأكسجين ليكن بدون بدون تدخل ال그كسجين. يعني غياب تنايه الأكسجين حيث يتم خلالها تفكيك جزئي. يعني كيكون هذا تفكيك جزئي حكس تنافس للمستقلب الطاقي والمتمثل في جزئات لإستخلاص الطاقة الكامنة يعني باش نحايده منه الطاقة الكامنة في روابطها على شكل أطبي اللي هي الطاقة مع طريح حتالة عضوية لا زالت تختزين الطاقة مثلا الحمد اللاباني أو الإيطانون لا حسب التخمر وش عدنا تخمر لاباني أو لا تخمر كحولي فاش كيكون عدنا تخمر لاباني فكيطرح معوح الحتالة العضوية اللي قد تسمى الحمد اللاباني وفاش كتكون عدنا تخمر كحولي فكيطرح الأيطانون يعني دبعا رأس الفرق ما بين تنفس التخمر أه تكونوا عارفين فرقيا دبعا كتبتوا المفاهيم وصف ندوز المفهوم الثالث اللي هو انحلال القليكوز انحلال القليكوز اللي قد تحط بعنا أسئلة إلى هذه الشكلة مثلا دبعي من هذا الجمال أنا نعطيكم سؤال مثلا انحلال القليكوز سلسلة منظمة من التفاعل الكيميائي المحفزة محفزة يعني نعطيك مثلا هذا انحلال القليكوز سلسلة منظمة من التفاعل الكيميائي المحفزة ونعطيك الاختيارات انزيمات مزيلة للهيدروجين مثلا نعطيكم انزيمات مزيلة للكاربون مثلا أي هكا بحال هكا سؤال فأنت هتكونش على انزيمات مزيلة للهيدروجين حتى انحلال القليكوز نوع هو حتى السلسلة منظمة من التفاعل الكيميائي تكون محفزة بوحد الأنظمة لتحايدنا الهيدروجين من الهيدروجين والتي تتم على مستوى الجبل الشفافة في غياب تنائي الأكسجين حيث يتم تفكيك جزئة الغليكوز إلى جزئة عين من الحمد البيروفيك مع إنتاج طاقة كيميائية على شكل أطبي يعني نحلال الجليكوز فكيف تشوف الاقتراحات حيث نشوف كثير من الناس يسولوا مثلا لماذا للنحلال الجليكوز لا يدخل في الميتوكوندري فدير ما نقول لكم أن نحلال الجليكوز فهي مرحلة مشتركة ما بين التخمر والتنفس التخمر والتنفس ماذا يقعها فيها. هي حلال اول الجليكوز لدينا يقع اعطيناها واحد شوية عطيب وكعطينا حمد بيروفيك حمد بيروفيك. إذا كانوا يوجد التنفس في وجود اودر فإني يدخل التنفس فإذا كانوا كانوا يوجد غياب اودر فكيدخل التخمر يعني يقول ذلك تخمر. إذا كانوا يوجد التنفس يذيج الميتوكوندري ولكن لا يجب الميتوكوندري. سهلة ومفهمة بسيطة خracكم تبتوها ذلكم نوزه culprit وهو التأكسودات التنفسية فبالنسبة لتأكسودات التنفسية فهي سلسلة منظمة من التفاعلات الحي الأروائية التي تتم على مستوى الميتوكوندري يعني تأكسودات التنفسية فكتلقى عنا في التنفس از Burnic وكتم على مستوى الميتوكوندري كت flashlight الت特 Dir تقولいる التنفس يعني بوجود order فكيدخل ميتو كوندري. يعني دك الحمد البيروفيك كيدخل ميتو كوندري. ضنك تأكسدات تنفسية هتكون عدا في ميتو كوندري. ودلك بوجود order حيث يتم خلالها تفكيك كلي لجزئات حمد البيروفيك. يعني فاش كي وقعنا الحلال كحدث حمد البيروفيك tengan يعني كدخل ميتو كوندري فكي وقعنا لتفكيك الكلي بواسطة هتأكسدات تنفسية وهي سلسلة منظمة من التفاعلات. مهم كتوقع لنا تفكيك كل جزئات حمد البروفيك نتجة عن حيلة القليكوز وذلك لاستخلاص الطاقة الكامنة في روابطها الكيميائية وتتم هذه التفاعلات وفقى ثلاث مراحل كيكون لدينا ثلاثة ديلا المراحل. من حمد البروفيك الاسيسي الكونزيمة وذلك على مستوى المادرس كتوقعنا في المادرس يعني الداخل الميتوكوندري الداخل. من بعد ذلك الاسيسي الكونزيمة كيدخول يعني كيدخول دورة في البوصل المادرس. يعني كيدخول من بعد كتوقع نعني فاش كي خرجو ديك النواقع فاكيوقع نستفعل السلسلة التنفسية على مستوى الغيشة الداخلية للميتوكوندري? يعني على مستوى الغيشة الداخلية للميتوكوندري. تمام فان كتوقع السلسلة التنفسية. نتمنى تكونوا فهم شو هذا وتعرف الفرق ما بين تأكسودات التنفسية والسلسلة التنفسية. تأكسودات التنفسية هي هذا الشيء ده كامل. هي واحد سلسلة منظمة متفاعلات الحية الهوائية. اما بالنسبة للسلسلة التنفسية فكتوقع يعني كتوقع التفكيك او لا اه بحالة نقوله هي هذك التفكيك دل انا الدي اش اش بلوس و اف ادي اش دو كرجعنا اعطي بي على مستوى الغيشاء الداخلي للميتو كوندول. راح وايج بساطة اما فيه مساط. حاولوا غير تخدموهم زيان وتعودوهم. اذا سلسلة التنفسية هي ضعنا لها. هي يعني روان فهم دياله. مراكبات بروتينية. اه كيتموضع على مستوى الغيشاء الداخلي الميتو كوندولي. يتجلى دورها في نقل الالكترونات من نواقل الهيدروجين ان اضي اش اش بلوس و اف اضي اش دو بعد اعادة اكسادتها الى المتقبل النهائي للالكترونات والمتمثل في جزئة الاكسيجين. يعني بشاطينا اش دوز. سلسلة التنفسية هي واحدة المراكبات بروتينية. كيتموضع على مستوى الغيشاء الداخلي الميتو كوندري. الدور دياله هي كيتنقلنا الالكترونات من تحت الفوق. مع نواقل الهيدروجين. اللي هو اه اش بلوس و مهم. ان اضي اش اش بلوس و اف اضي اش دو. باش كترجعنا من الكورات دالشيمراخ. باش كتعطينا العطبة. وكتعطينا ايضا يعني اه المتقبل النهائي. كيكون اش المتقبل النهائي ديالو يعني اش دو مع او دو. كعطينا اش دوزو. دونك سمنا تكون نفهم هاد. نفهم هادا. دوز داب الكورات دالشيمراخ باش هم اكثر. فالكورات دالشيمراخ فهما مراكبات انزيمية. تتموضع على مستوى الغيشاء الداخلي الميتو كوندريتية هي كتكون يعني كتكون على مستوى الغيشاء الداخلي الميتو كوندريا. يلاش? باش ترجع في هادك اش بلوس. يعني باش يوقع هادك التدفق ديال اش بلوس. اه وما عنده من يترجع. يعني اترجع من ديالك الكورات دالشيمراخ بحال واحد الاسطوانة. كترجع من اش بلوس كتدخل منها كترجع بحال واحد البوابة. فاش كترجع بزرابة. يعني كيوقع الانتاج ديال واحد داقة. مع اه يعني معها الادب بلوس بايي فكتشطينا الادب باي. مهم اه يتجلى دورها في تحفيز تفاصفور ادب باي الى الادب باي ديالك. اه بي 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 ليناجي اللي كتعطينا انطلاقم ديالك التدفق اللي كترجع بزرابة فكتعطينا ديالك. ده دابل المفهم التامن اللي هو الميتو كوندرية. ميتو كوندرية واحد العضري. عضري خلوي يتروح طوله بين واحد تنجوج ميكرو متر. والعضي يلوما بين صفة واحد واحد ميكرو متر. يتضمن غشائين خارجي وداخلي بينهما حيز بي غشائي كما يتضمن ماطريس واعراف على مستوى تتم تفاعل التأكسدات تنفسية للحمد البيروفيك هذا التعريف مبسط ديال الميتو كوندرية. بالنسبة لمراحل تنفس الخلوي على مستوى الخلية يتم تفكيك المستقل بالطاقية والمتمثل في جزئات القليكوز وفق مراحلتين اساسيتين. عدنا المرحلة اللي اللي هي انحلال القليكوز على مستوى الجبلة الشفافة ودلك في غيب اكسيجين. المرحلة التانية اللي هي التأكسدات تنفسية على مستوى الميتو كوندرية ودلك بوجود الاود يعني في الول كوقناعين حلال اولي كيطينا حمد البيروفيك من بعد كيدخول يعني المرحلة الثانية اللي هي التأكسدات التنفسية من حيث كيتحول يعني ذلك الحمد البيروفيك للاصيتي الكونزيم ا. من بعد ذلك الاصيتي الكونزيم ا. كيدخول الدورة كريبس. وكيطينا الاتب بي. من بعد ذلك ان ادي اش. اش بلوس اف ادي اش. دو. فكيمشيوا للسلسلة التنفسية. وكيعطينا اه يعني الاتب بي اللي يبقى. مهم. والسلسلة التنفسية كتقع في الغشاء الداخلي للميتو كوندر. دوزو دابل مراحل حلال الكليكوز. على مستوى الجبل الشفافة وفي غيب الاكسيجين. يتم تفكيك المستقلب الطاقي والمتمثل في جزئات الكليكوز. وفقط لزدي المراحل الاساسية. اول حاجة كيكون عندنا من الكليكوز الى الفريكتوز دوني الفوسفات. ايضا. اخر حاجة من الفريكتوز دوني الفوسفات الى الحمد الجليسيري دوني الفوسفات. من بعد من الحمد الجليسيري دوني الفوسفات الى الحمد البيروفيك. هادو بعد المساك تتحطب حلال اسئلة بها ذاك. مهم. هادو كانوا بعض المفاهيم ديل منحلال الكليكوز. دابع ندخلو البعض المفاهيم ديل الليف العضالي. وعضالة ودعس ديل العضالة ترجمة نانسي قنقر